اشتركوا في القناة هذا يوم كان قبل الإسلام يوم كان فيه حرب بين الأوس والخزرج من أيام الجاهلية أذكر هذا وأسرد بعض القصائد التي كانت من الشعراء لذلك اليوم أذكر القوم المجتمعين من الأوس والخزرج بما حصل من القتل والطعن وما حصل في ذلك اليوم من مواجهات ففعل الشاب اليهودي ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من المسلمين فقال أحدهما إن شئتم رددنا الحرب جذعة نعيدها حامية حامية الوطيس قالوا الأخرون قد فعلنا موعدكم الحرة السلاح السلاح خرجوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أذاكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم فعرفوا أنها نزغ من الشيطان ورد الله كيد العدو في نحره فبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن هذا سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآيات فينبغي إذن تفويت سبيل الشيطان في قضية التحريش عباد الله تحريشي حصل من جارية يهودية كانت عند أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أصلا من اليهود لكنها أسلمت وصارت أما للمؤمنين فجاءت جاريتها إلى عمر قالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود فبعث عمر يسألها قالت أما السبت فلم أحبه منذ أن أبدلني الله به الجمعة وأما اليهود فإن فيهم رحما فأنا أصلها ثم قالت يا جارية ما حملك على ما صنعتي لما عرفت أن سبب التحريش قالت الشيطان قالت اذهبي فأنت حرة عباد الله كان الأذكياء من الولاة يتفطنون لهذا فدخل رجل على الوليد فقال إن لي جاراً عصى وفر من الزحف قال أما أنت فتخبر أن لك جار سوء إن شئت أرسلنا معك فإن كنت صادقاً أقصيناك وإن كنت كاذباً عقبناك وإن شئت تاركناك كأنك ما بلغتنا شيئاً قال تاركني يرحمك الله ووه هذا التحريش الذي يكون أحياناً على أهل العلم من السفهاء والجهلاء الذين يلغون في أعراض العلماء وقد أوذي بذلك نفر من كبار أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله لما أوديع السجن وأيضاً ما حصل لكثير من تلاميذه التحريش أيضاً يقع في أمور كثيرة ومنها الحياة الزوجية أعظم جند إبليس من يفرق بين زوجين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء إذن عرش إبليس أين موقعه على الماء ثم يبعث سراياه يبعث الشيطان يومياً إبليس الأكبر يبعث شياطينه يجوسون خلال الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيجيء أحدهم إلى إبليس بعد إنجاز المهمة فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه إبليس ويلتزمه ويقول نعم أنت والحديث في صيح مسلم إذن يقربه ويضمه ويمدحه ويثني عليه إبليس لأنه بلغ الغاية هدم بيوت الناس الإفساد فيما بينهم تشتيت الأسرة تفريق الأحبة تشريد الأولاد وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من من خبب امرأة على زوجها رواه أبو داود وحديث صحيح ما هو التخذيب الإفساد النميمة إثارت الطرفين على بعضهما زوجك فيه كذا 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 تقوله شيطانة من الإنس يغيظها أنها ليست بذات زوج أو مطلقة أو أو وهذه سعيدة مع زوجها ويقوم شيطان إنسي آخر إلى الزوج ليقول زوجتك فيها كذا ما فعلت لك كذا ما عملت لك كذا وهكذا حتى يريها إياه في نظره شيطانا قبيحا والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك وعده من أكبر الكبائر وتبرأ منه وهكذا كما قيله إن رجلا ذهب ليشتري عبدا فقال له الباع إنه نمام فاشتراه ظن النميمة هذه خصلة هين يمكن التغلب عليها فجاء هذا العبد مرة إلى مولاته زوجة السيد فقال إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتزوج عليك وقد عرفت من خاصة أمره كذا وكذا أفتريدين أن يعطف عليك قالت نعم قال خذي موسى فاحلقي بها شعرات من باطن لحيته بخريه بها وجاء إلى الرجل بعد ذلك فقال إن امرأتك تصادق غيرك وهي ستقتلك لكي تتمكن من الزواج بخليلها وإذا أردت أن تتأكد فتظاهر بالنوم عندها فذهب الرجل وتناوم فأظهر النوم فجاءت بموسى لتحلق الشعر من أسفل لحيته فأيقن عند ذلك أنها ستذبحه فقام إليها فقتلها فأخذه أولياؤها فقتلوا بالقصص نميمة خبيثة تخبيب إفساد تحريش وهكذا فعل بعض الشياطين الإنس قالوا لصاحب لهم حسدوه على زوجته وعلاقاته المستقرة متى غيرت سيارتك قال لم أفعل قالوا رأينا سيارة تقف عند بابك تختلف عن سيارتك مرارا ولازالوا يقولون له ذلك حتى جلبوا له الوساوس حتى أدى ذلك إلى أنه فعلا قتل زوجته الإفساد بين الزوجين له صور كثيرة إغار صدر دفع إلى الخلع المطالبة بالطلاق المحرش يسمي نفسه فعل خير ويحدث هذا كثيرا أيها الأخوة مع الأسف هذه الأيام التي انتشرت فيها العلاقات المحرمة وخصوصا عبر شبكة الإنترنت والجوالات والاتصالات وإقامة العلاقات مع الطرف الآخر عندما تقع هذه المرأة في حبه كما يقولون وتكون العلاقة بينهما وهي متزوجة فهو لا يزال يخببها على زوجها ويعدها ويمنيها بأنها إذا فارقت زوجها أنه سيتزوجها وهكذا يقوم سوق الإفساد ولا تزال المرأة طالب بالخلع لتذهب إلى ذلك الذي ملأ حياتها رومانسية وزوجها جاف كما تقول وقضية الرومانسية المأخوذة من الأفلام المدبلجة كثير منها وهم ومن نظر في حياة الممثلين والممثلات أنفسهم لرأى شقاء كبيرة لكنهم يوهمون الناس أنهم أصحاب علاقات دافئة والنتيجة تفريق بين الأزواج والزوجات أما ما يحدثه الشيطان من التحريش بين الإخوة فسائل المحاكم عن قضايا الإرث المعلقة أرخص الأراضي والبيوت التي فيها خلاف ورثة يقولون هذه فيها خلاف ورثة ورثة مختلفون لماذا اختلفوا؟ ألم يكن الاتفاق ممكنا؟ لكن التحريش التحريش وأحياناً يقع التحريش من أقارب الزوج فتقوم أخته بالدور وأحياناً من أقارب الزوجة لتقوم أيضاً بعض قراباتها بالدور ولذلك لا بد من الحكمة لا بد من الحكمة التحريش قد يقع بين الأصدقاء والإخوان وكم من علاقات بين إخوان في الله تقطعت بسبب تحريش الشيطان بل الإخوة الأشقاء قال يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي حملهم على ظلمه فتسببوا في بيعه عبداً وتعريضي للفتنة أمام رأة العزيز ودخوله السجن وكذلك حزن أبيه عليه حتى أضرت بعينيه فرقة الابنين ففقد البصر ويكثر في أيامنا التحريش بين المدير والمرؤوسين الموظفين ويقع بين الموظفين بعضهم البعض وهكذا وكل منهم يظن أنه سيؤذي الآخر ويحفر له ونحو ذلك القضية نرجع إلى التحريش قالها عليه الصلاة والسلام والله وحذَّرنا منها التحريش إنه ذلك الباب من أبواب الإثم العظيم الذي فيه تحقير وهجران واعتداء ومشاجرات وسوء ظن وتجسس يخذل المسلم أخاه المسلم ويحقره بهذه الأسباب ترجمة نانسي قنقر